السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العجم والعرب كوكب العذاب اقترب هذا هو عنوان بيان هام كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ الثامن من ربيع الأول لسنة 1443 هجرية والموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر لسنة 2021 بسم الله الرحمن الرحيم الغفار لمن تاب وأناب منزل الكتاب وهازم الأحزاب بكوكب العذاب المعرضين عن القرآن العظيم رسالة الله الموحدة للناس أجمعين والمحفوظ من التحريف والتزييف إلى يوم الدين حجة الله البالغة على العرب والعجم ويا معشر العجم والعرب إن كوكب العذاب اقترب فأين الهرب؟ ألو إن دليل شدة اقترابه في أخبار القرآن العظيم هو أن يغزو العالم فيروس كورونا من حيث لا يعلمون من شأه الحيواني كونه لم يأتي من الطبيعة الحيوانية بل تحدي من رب العالمين سلالة بعوضة ما لا تحيطون بها علما بعد لكي تعلمون أنكم لا تحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله سبحانه وهو من العذاب الأدنى وكذلك فيه حكمة لكي يوقف بادئ الأمر عجلة حياة العالم بما فيها مصانعهم أشهر عديدة فمن ثم يرفع الله معيار الحرب المناخية فيضانات وكسف جبال من برد تتجزأ إلى شضايا قاتلة وعصير غرق وعصار نار الحريق لحدائق الغابات وبراكين وزلازل وكافة أنواع حرب الله المناخية بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم إلى الله ترجعون وفصلنا ذلك منذ زمن بعيد من قبل الأحداث فلا داعي أن نعيد وربما يود أحد السائلين أن يقول اللهم نعم إن فيروس كورونا جاء نهاية عام 2019 وتم حجر العالم بأسره في بداية عام 2020 وقلنا ربضارة نافعة واعتقدنا أن فيروس كورونا حل مشكلة الاحتباس الحراري التي عجز عن حلها مؤتمر باريس كونه أوقف المصانع وحركة السيارات والقطارات والطائرات والبواخر وأيقنا أنها حتما سوف تخف كوارث المناخ بسبب تخفيف عادي مثاني أكسيد الكربون فقلنا أن فيروس كورونا حل مشكلة لم تستطع حلها اتفاقية باريس للمناخ والتي كانت تطالب بتخفيف 50% ولم يتم تطبيقها بسبب خشية الدول على تضرر اقتصادهم وجاء كورونا فوقفت الإنبعاثات الكربونية بنسبة 100% لأشهر عديدة واعتقدنا أنها حتما سوف تخف كوارث المناخ ولكننا تفاجأنا بالعكس فبدل أن تخف الكوارث المناخية حدث عكس ما كنا نتوقعه بل ارتفع معيار الحرب المناخية فيضانات وأعاصير وكوارث المناخية بشكل غير مسبوق في معظم أنحاء العالم فحطم فيروس كورونا نظرية الاحتباس الحراري كون اتفاقية باريس التي لم يتم تنفيذها كما اتفقوا على توقيف 50% من عوادم المصانع ولكن فيروس كورونا أوقفها 100% أشهر عديدة بسبب الحجورات والإغلاق الشامل ولكنه ارتفع معيار الكوارث المناخية بشكل غير مسبوق منذ عام 2020 وعامنا الحالي 2021 فباءت بالفشل نظرية الاحتباس الحراري ويا ناصر محمد اليماني إن بياناتك في مختلف المجالات يأتي تصديقها على الواقع الحقيقي ويعلم ذلك من يتابع بياناتك منذ أكثر من 16 عام وأنت تنكر وتكفر بنظرية الاحتباس الحراري وتقول بل هو كوكب النار سقر يقترب من أرض البشر فبدأ تأثيره على كوكب الأرض وهو لا يزال منه في مكان بعيد ولك في ذلك بيانات كثيرة ولم نصدق بل صدقنا نظرية الاحتباس الحراري ولكن نظرية الاحتباس الحراري باءت بالفشل فهل لك أن تستنبط لنا من القرآن العظيم أن فيروس كورونا أرسله الله لتصديق فتواك لتحطيم نظرية الاحتباس الحراري بسبب أنه سوف يجبرنا أشهرنا عديدة لتوقيف مصانعنا وعجلة الحياة الكربونية فمن ثم يرفع حرب المناخ الغير مسبوقة كي يحطم نظرية الاحتباس الحراري فمن ثم نجيب على السائل ونقول تجدون القبر في قول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمر لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضر لله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمعون صدق الله العظيم وأنتم إلى حد الآن لم تستطيعوا أن تعلموا من أين غزاكم الله بفيروس كورونا وأنجز مهمته بنجاح وأوقف مصانعكم وسياراتكم وطائراتكم وبواخركم أشهر عديدة لتقليل العوادم في الغلاف الجوي فمن ثم رفع الله معيار حربه المناخية لتعلموا أن نظرية الاحتباس الحراري غير صحيحة فمن ثم تنظروا إلى ما حولكم في ملكوت المجموعة الشمسية فحتما تجدونها غير طبيعية أجمعين بما فيهن الشمس بسبب أنه أربكها قدوم شيء خفي بل سوف يؤثر على كل ما خلق الله من شيء في المجموعة الشمسية فلا قبل المجموعة الشمسية بمقاومة كوكب الطامة الكبرى ذلكم كوكب سقر ذلك ما تسمونه كوكب نيبيرو بل اقترب أجلكم إلى تمروره في سماء أرض البشر فهل من مدكر؟ فتدبروا الخبر في كتاب الله القرآن العظيم تصديقا لقول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمعون صدق الله العظيم وبناء على قول الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم فهذا دليل قطعي أن كوكب سقر بما تسمونه كوكب نيبيرو حقا اقترب وبسبب اقترابه اقترب أجلكم ليلة مروره في سماء أرضكم بل الدليل على اقترابه تجدونه يؤثر على كافة كواكب المجموعة الشمسية بكافة كواكبها وأقمارها ونيازكها ومداراتها وحركاتها وزواياها السماوية كون التأثير في خبر الذكر الشامل تعلمونه أنه يشمل كل شيء خلقه الله من حولكم في ملكوت المجموعة الشمسية من خلال قول الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم وكذلك بسبب الإغلاق الشامل للعالمين بسبب كورونا قد علمت الدول الكبرى أن نظرية الاحتباس الحراري ليست بسبب مصانع البشر بل هي بسبب آخر ويكتمون الخبر عن العالمين وأعلم أن ما يرجمون بالغيب العلمي عن وجود كوكب يقترب من الأرض برغم أنهم لم يشاهدوه مباشرة كون له عدة ألوان أبيض كالشمس وأحمر وأسود فكيف يشاهدوا كوكبا حين يكتسي بنار أسود من ظلام القمر في المحاق؟ فهل تشاهدون القمر في المحاق برغم قربه الشديد من الأرض؟ وكذلك كوكب سقر حين يكتسي بالنار شديدة السواد ولكنهم سيعلمون بقدومه من خلال النظريات العلمية من خلال تأثيره على كافة كواكب المجموعة الشمسية على الشمس والقمر بل أدركت الشمس القمر بسبب اقتراب كوكب سقر فيحدث الإبدار المبكر من قبل للة النصف من الشهر القمري نذيرا تكرر في سماء البشر ولم يحدث لهم ذكرى ولسوف تحدث لكم أحداث كوارث مناخية تترى ولا أظنها سوف تحدث لكم ذكرى كون المغفلون الذين لا يعقلون ولا يتفكرون ولا يصدقون إلا ما صرحت به وكالة ناسا الأمريكية وليس ما صرح به خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني من أخبار أصدق الكلام كلام الله رب العالمين بل وكالة ناسا وغيرها يخفون الحقيقة عن العالمين ولن تنفعكم وكالة ناسا حامية كوكب الأرض من مخاطر نيازك كويكبات الفضاء والله لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من كويكب الرشفة الأولى ولسوف يستهدف الله بكويكب العذاب الولايات المتحدة الأمريكية حامية كوكب الأرض من نيازك الفضاء فلا يستطيعون حماية أنفسهم ولسوف يرتطم وراء المحيط الأطلسي في اليابسة في الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة الضوء حين ارتطامه تصديقا لقول الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر صدق الله العظيم والرادفة في مكان آخر وأما كوكب سقر فحتمي القدوم ولن يرتطم بالأرض بل يمر في سمائها فيخجب السماء عن أهل الليل وأهل النهار وأعلم علم اليقين كم سنته القطبية وكم ثانيته وكم دقيقته وكم ساعته وكم شهره ألا وإن سنة كوكب سقر القطبية ستة آلاف سنة ولسوف نبين لكم ثانيته ودقيقته وساعته ويومه وشهره وسنته كون ثانية كوكب سقر يتم ضربها في ستين فيعطي ناتج الحساب بحسب يوم الله في الكتاب لحساب يوم العذاب الأكبر بدءا من حساب الثانية كما يلي ثانيته ستة آلاف ضرب ستين يساوي ثلاثمائة وستين ألف ثانية دقيقته ستة آلاف ضرب ستين يساوي ثلاثمائة وستين ألف دقيقة ساعته ستة آلاف ضرب ستين يساوي ثلاثمائة وستين ألف ساعة يومه ستة آلاف ضرب ستين يساوي ثلاثمائة وستين ألف يوم شهره ستة آلاف ضرب ستين يساوي ثلاثمائة وستين ألف شهر سنته ستة آلاف ضرب ستين يساوي ثلاثمائة وستين ألف سنة حساب إلكتروني في منتهى الدقة بالحساب في محكم الكتاب تصديقا لقول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنمن محيطة بالكافرين تصديقا لقول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون صدق الله العظيم ويخدث في خلال آخر أيام الدهر بحسب أيام الله وأما سنين الدهر بحسب سنين يوم الله في الكتاب فهي خمسين ألف سنة فبما أن يوم الله الواحد كألف سنة مما تعدون إذن السنة الواحدة حتما سوف تكون ثلاثمائة وستين ألف سنة مما تعدون وبما أن سنين الدهر في الكتاب خمسون ألف سنة وتعدل بسنينكم ثمانية عشر مليار سنة مما تعدون فمن ثم نقوم بقسمتها كما يلي ثمانية عشر مليار سنة قسمة ثلاثمائة وستين ألف سنة يساوي خمسين ألف سنة من سنين الله في الكتاب منذ أن بدأ تاريخ الدهر والشهر يوم الجمعة ليلة السبست تصديقا لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سأل ساعر بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميمة صدق الله العظيم ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار ممنوع الانتظار لمراجعة هذا البيان من قبل المكلفين من الناحية النحوية بل يتم نشره على الفور بكل وسيلة عالمية في الإنترنت العالمية وبلاغه إلى كل مواقع القنوات العربية والأعجمية وكافة مواقع الأقبار العالمية بدءا من الترند العالمي لمدة ثلاثة أيام وبعد ذلك التكثيف النشر في مختلف مواقع الأخبار والفيسبوك واليوتيوب وغيرهما واقترب اليوم الفصل وما هو بالهزل وبرغم تفصيل حساب حركة كوكب العذاب فلن يأتيكم إلا وقتا كونكم لا تعلمون كم بقي من حسابه ولكنه في عصري وعصركم ولو نعلمكم بميعاد مروره بحسب تاريخكم فإن الذين لا يعقلون ولا يتفكرون سوف يؤخرون بيعتهم لاتباع داعي الحق من ربهم حتى تطمئن قلوبهم بمطر نار كوكب سقر فيهلكهم كون من البشر كالبقر التي لا تتفكر وأما أصحاب العقول متفكرة فحتما سوف يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إلى اتباعه من قبل أن يأتي كوكب سقر قبل أن نذل ونخزى بعذاب أليم وأما الذين اهتدوا فسوف يزيدهم إيمانا وهم يستبشرون بأنهم على هدى من ربهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني اشتركوا في القناة